من الحاجات اللي طول الوقت مهتمين بيها في كل الزوايا اننا نروح للشباب نسمع الشباب نسمع نشوف مواهبهم علشان بجد بتبقى مختلفة وبتدي حياة اننا نشوف الشباب مش بس في مصر في كل البلاد العربية طول الوقت الشباب ولما نعرف بيفكروا ازاي ولما نشوف مواهبهم بتخلينا كده كأن حياتنا اتجددت نهاردة عندنا ضيفة هي معروفة لكتير مننا معروفة يمكن اكتر كمان لأولادنا وبناتنا معروفة بصوتها وشكلها الجميل والمميز مغنية مؤلفة مؤدية صوت دبلاج من عيلة فنية ولدها هو الملحن والمغني ومؤلف الأغاني طارق ترقان وهي الفنانة تالة ترقان اهلا وسهلا اهلا فيك ازايك يا تارك تمام الحمد لله الحمد لله انا لما بسوطة اكتر